أكدت وزارة النفطة تأمين احتياجات وزارة الكهرباء من الوقود لضمان ديمومة عمل محطة توليد الطاقة في عموم البلاد وقال وكيل الوزارة حامد يونس أزوب عيان الوزارة قدم طيلة السنوات السابقة مختلف أنواع دعم لقطاع الكهرباء ببافيه الدعم المالي لتوفير الوقود الذي تحتاج إليه وزارة الكهرباء وأشار إلى أن وزارة النفطة أبدأت عند إقدام الجانب الإيراني على خفض كمية الغاز التي يمنحها للمحطات الاستثمارية استعدادها لتوفير أي وقود بديل لتعويض الغاز الإيراني الواصل لتلك المحطات لا سيما أن المحطات الكهربائية في عموم البلاد تعمل على الوقود البديل اشتركوا في القناة